اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحتفل به الدول التي قطعت أشواطا في النضال المؤسساتي لتحقيق النزاهة لكن ثمت دول لا يمر عليها هذا اليوم من كل عام إلا وتكون قد حققت أرقاما قياسية في الفساد على كافة مستوياته العراق أحد تلك الدول التي تتصدر مؤشرات قياس درجة العالمية في الفساد ولسوء حظ العراقيين أن بلدهم بعد عام 2003 لم يغب عن هذه الصدارة ففي كل عام تكتشف سرقات جديدة كان آخرها ما عرف بسرقة القرن الخاصة بأموال الضرائب وخلال النصف الأول من العام المنصر من فقط بلغت الملفات المتعلقة بالفساد أكثر من 80 ألف ملف بحسب هيئة النزاهة وعلى مدى 20 عاما تجاوزت الأموال المنهوبة 500 مليار دولار أي نحو 40% من الموازنات العامة بحسب مؤسسة عراق المستقبل مبلغ يكفي لبناء دول عدة متقدمة وفقا لتقارير دولية هذا بالنسبة للأموال المنهوبة بشكل رسمي وإلا فإن نتائج الواقع تكشف أن أموال الموازنات منذ عام 2003 لم تبني جسرا أو محطة كهربائية أو مشروعا مائيا ونحو ذلك من الأمور التي تخص البنية التحتية للدولة وعن الرشوة فقد تغلغلت في جميع مؤسسات الدولة وأصبحت نهجا متبعا للموظفين الحكوميين بدءا من أصغر وظيفة إلى درجة الوزير حتى إن منظمة تريس الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد وضعت العراق في المرتبة المئة والثالثة والستين عالميا ضمن نسخة عام 2022 لمؤشر مخاطر الرشوة السنوي ويعد زعماء الكتل المكونة للإطار التنسيقي عرابي الفساد ومهندسيه في العراق على مدى عشرين عاما وللمفارقة فإن السودان الذي غرد بمناسبة يوم مكافحة الفساد عن ضرورة مكافحته خرج من رحم هذه المنظومة التي لا يمكنها الاستمرار في الحكم بغير النهج الفاسد ترجمة نانسي قنقر